المترجم للتعامل مع يومن مع جرونت من التعامل مع باور نفسكم هم مظبوطة دور الثلاثم يأتي مع بعض ليس كابل و تريبل دعنا نبدأ في يومن في السيريا يومن كما قلنا في الصباح بعمل ما يسمى بالسكافولدينج يعني بعطيك الستركتر و بعطيك اللابرز يجب عليك اياهم جاهزين انت بس تبلش تكتب في البروجيك و في كتير جنريترز ليومن بمعنى انه تقدر تعمل جنريتر لعدة البروجيك مثلا انت تعمل بديك ايضا بديك ايضا بديك ايضا بديك ايضا بديك ايضا جاهزة و انت ما عليك الا انك تبلش تكتب كود هذا بالنسبة ليومن استخدامه بيكون في الكماند لائن مصير جدا مثل ايضا بدي انجولر فولستاك اسمه ويب سامة ديمو هنا شفناها باب الصبح وبالا ايضا 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 البروجيكت بحسب اسئلة مثلك اياها و انت بتجابه بيطالع لك الفولدر فلنا جميع اللي يشتغلوا ايضا في انجولر او ريئة اكتبه انتباه انكم تشوفوا ايضا بدي احكي عن جرانت بوار و كيف يعمل مع بعض و كيف يعمل مع يومن اللي عنده اي سؤال على طول يسأل حاولنا تكون اكتبه 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 بدي ارجع للويب سامة اللي عملنا الصبح اوكي هون شايفين عندي انا هنا نجول البروجيكت نعمل في عندي ايش يسموه شايفينه هون الجرانت هو عباره عن هو تاسك رانور نحن نكتب تاسك والجرانت بتكفل انه ينفذ هاي التاسك اما و ترغير تاسك و ترغير تاسك و ترغير تاسك الجرانت هو بيجمال اليوم المظور بس الجرانت هو اشي الحاله اليوم يحتوي على التنين اوكي فاول جرانت تاسك انا بدي انا نفذه اللي هو جرانت سيرف جرانت سيرف بعمل سيرف نود سيرف صغيرة و بعمل سيرف اللي عندي موجود في البروجيكت و بفتحها في البراوزر فهلا اللي شايفينه هاي الشاشة هي عباره عن التابعي معمول لسيرف من نود سيرفر يعني شغالها لجرانت هلا خلينا ندخل اكتر في الكود اوكي اوكي نروح اول اشي على index.html طبعا اذا فيكو بتعامله مع sublime بحب انها افيد الناس في التركس اللي بعرفها على سبيل المثال اذا بدي اوصل ال index.html بسرعة اوكي 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 شايفين عندي ال index.html عمله generate من يومن اعطاني library مثل jq مثل angler اوكي اوكي وانطر لهم inject ودعوهم على مصطلح عشان كمان نجي نوع تانم الايجاكشن فلم تقوم بإنطلاق الحقن نعمل فأعمل المنطقة الـ project هذه هي التصوير على كليد بطريقة الانديلس.tml هلأ دي اروح على الـ grant file حتى ترى هون الـ grant file هلأ هون هو طويل كثير يعني ليس عاطل لكن هذا الـ g-defined ومن بلش نعرف تاسكس فعسميني المثال بدي اعرفكوا على تاسك اسمه واتش يعني راكب نحكي له جرانت واتش اوكي فالواتش ايش بعمل خلينا نروح ونكتب على جوجل جرانت واتش ونشوف جيت هاب بايت تابعة جرانت واتش جرانت واتش اللي بعمله انه براقب اي تغيير على الفايل سيستم سواء من كرياشن او ديليشن او او ابديت ونقدر لما احنا لتكت انه صار اي تغيير على الفايل سيستم نتريجر اي تاسك احنا ما كاتبينه فعلى سبيل المثال هون في الواتش نحكي له السنتكس كالتالي نحكي له هاي الفايل سيستم روح رقب لي اي اشي جوه هاي الـ directory ورقب لي اي اشي جوه هاي الـ directory وذا صار اي تغيير نحكي له ورقب لي اي تاسك نامد انجكتر سكريبت هذا التاسك معرف كمان جوه فاذا منروح مندور على الانجكتر تاسك منشوف انه ايش بعمل الانجكتر الانجكتر وظيفته قبل ما احكيلكو عن السنتكس تبعته بيجي على السكريبت تبعك هون بيشوف وين في تاج معين اللي هو اظن هون اه الانجكتر اي شي تاني هلا هاي الـ PowerDeaf نطلع هون الانجكتر شايفين انا في عندي 2 comments طبعا والذي منكم ما بعرف المالتي سيلكشن في في سبلايم تقدروا سبلايم تقدروا مالتي سبلايم تقدروا مالتي سابقا جاييكو جاييكو في التريكس فالانجكتر تاسك بيجي على الـ HTML تبعي ويشوف هدول الـ comments ويروح بيروح على الـ App ويروح على الـ Components وبعمل انجكت لأي .js فايل موجود هناك فاصبح أنا لما بشتغل عمالي ويريد أعمل جاييكو في جاييكو بدل ما أذهب أعمله وبعدين أذهب الـ Path ويقوم بـ Script ويأخذ سرعة على المصطلحات هذه الأشياء تأتي هنا فى درون تاسك معرفة لحالها تصبح فعلا فعلا يبين هذل عندما يعمل الـ build بشأن كل شيء يستطيع من جواب ويأخذ كل شيء معرفة لـ Build مثلنا بإثناء الـ Development هناك عدة مرحل مرحلة الـ Development من الأجل من الأجل من الأجل ومن الأجل من الأجل تأتي بالـ إذا تتحركه في الوقت في موقعه إذا تستخدمي قطع المشروع لا أضيف اشياء مثل 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 لما تعلم اوك هلأ هن عندي في الواتج أنا أتوقف القيام بشكل مختلف ويأتي بتطبيق ويأتي بمحامل تدرسة الحصول والذي تدرسة التخلص فالمفروض ثالثي إذا جيت هنا على المن وعملت new file test.js وروحنا على الاندكس المفروض هنا يعمل detect ماذا يقول لي file clientf main test.js added running injector script فإن اترنت هلأ جيت على الفايل على الاندكس نعمل بحكي لي صار تشانج على الهاردسك بديك تعمل reload بحكي له اه بدي اعمل reload نأتي هون لكن الاندكس اترنت وانا سويت حاجة حسنا أنا أرجوكم إياهم هم أمثلة على تاسك وهذه ليست كل شيء يوجد الكثير من الأشياء بس أنا أحاول أن أعطيكم الأشياء التي تسهل الاندكس يعني اثناء وانت تبرمج حسنا هذا مايقول لديك تكتزي هذا سأخذ ذلك وذلك اد wind كل الهاتف такого perilية يعني مش كانوا نصف SAM لا احنا احنا الهاتف الا Bluetooth ب sweetness ولا شيء لقد بنقيه نعمل التطور بالطبع بالظبط هلا وضع كما تصل بتطور عشان أخضر صحيح هذا نجولة مع�미缸itter из которого لقد قلت التطور اوكي ولا يهمك بس دفكرني بعتلي نوتيفكيشن اوكي اوكي انا بمسمة لالي لما بلاشت في عالم الفرونت اند اكتر شي كنت مكيف عليه اللي هما نسمينه Live Reload اللي هو ايش عندي انا الدوكيمنت دفعتها هون غالبا الفرونت اندفلوبر بيكون عنده شاشتين اذا شاركتك ومعطيتك شاشتين غير تعال عين المسافر فخلينا نحكي انا عمالي بعدل على الهتمال هون هاي عدل التعديل وبدأ اعمل سيمة شو نشوفناه على طول انا عملت سيمة لانعكس على الدوكيمنت اللي انا فعته مثلا عنده شيل كل اشي راح كل اشي رجع كل اشي رجع كل اشي اوكي هلا طبعا ها بنطبك على التغييرات في السي اس اس وتغييرات في الجابا سكريبت وتغييرات في الهتمال لسه في السي اس اس يعني احلى شوية لانه ما بعمل ريلوود للبيج يعني يعني بسك الانجكتر والماء و كيف تشبكوا مع تاسك تانين مثل الانجكتر على سبيل المثال ايش فيه اشي حلوة و أرجعكم誒 مين فيكم بعرف اي شيء الس و الس او اي سي اس اس بري بروسيسور انا بعرف اوه ممتاز بغضاء طيب مين فيكم اشتغلوه اه اوك طيب مين بعرف اي شيء الس الس اوك الس و الس وفيه كمان اظن ستايلوس هم دعني نحكي سنتاكس جديدة او طريقة جديدة تكتب فيها ستايلشيتس بس هي ما بفهمها البروزر البروزر بس بفهم سي اس اس فغالبا اللي بيصير انه بيكون عندك بالضبط بيكون عندك في الديولوكمنت ساس او اس 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 فايل وانت يوكمبايلت انتو سي اس اس و البروزر وشوف فا احدى التاسك اللي بيصويها البروزر كمان انه بعمل كومبايل لها الاشياء فانا هلا اذا بعدل على اي فايل زي هول مثلا هو ادتكس انه و بعمل كومبايل فهو اللي بعمل كومبايل لها اساس و كمان برجع بعمله انجكت جوه الموجود عنه كمان طول مهم راح اشرح عنه و كيف بركض مع الجرونت اللي هو الباور الباور هو 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 مانجر بس مش عارف شو فيه امثلة عليه في فريمو الكستاني مثلا في العربين فيه كومبوزر شو عنا في روبي امام باندلر شو عنا الجافا يا دي بريني شو عنا شو عنا شو عنا بدي احاول اقرب الصورة للجميع ايش هو باور نبي ام نبي ام مضبوط نبي ام ميجر بالضبط بما انك ذكرت نبي ام ام احنا من انسخaged باور غالبا تستخدم نبي ام 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 بصد موجودة باور وأصبح موجودة عندك لادنا على الجهاز كيف أستخدم باور ؟ باور لديك في البروجيكت فايل باور.json في البروجيكت باور.json فهنا بحكي لبروجيكت تابعي أنه عندي Angular Virgin 1.2.0 مثلا البروجيكت تابع عليها ويا باور دمبر لي الموضوع جيب لي إياها فاهم عليك الشغلة مهمة ندير بالنا عليها جدا لما نستخدم باور لأنه سواء لنوجع رأس كثير في يم سافر وهو أنك تحدد Virgin التي تتعامل معها يعني ممكن أن تأتي هنا وتضع latest مثلا أو ممكن أن تضع star ولكن دائما نحدد Virgin التي تشتغل معها وحتى لما تشتغل مع أي dependency manager لأن إذا بكرة راحوا مثلا الجماعة هدول خلينا نأخذ مثال إذا راحوا تغيروا في الابرر تبعتهم وانت تعملت power install والابرر تبعتهم كسرت لك الكود يكون يومك مشكلة فكيف نستخدم باور كيف نستخدم باور في الكماند لائن برضو بدي أنا أنسخ بيعمل باور سيرتش على مثلا Angular أي شيء نشوف تقدر تعمل سيرتش في الكماند لائن بروح باور بيعمل لك سيرتش على أي لائبرر فيها ويجيب لك الديس لكن غالبا أسهل لك في استخدام جوجل شكرا فأنا هلا عشان عندي مكيش لائبرر بديش أخذ وقت بيعمل داونلود بدي أحكيله باور انسترول لائبرر اسمها Angular Timer وهم جدا لما تكون تستخدم اليوم انك تعمل سيرتش هلا بحكي لكم فهلا احنا جبنا اللائبرر عندنا وصارت موجودة عندنا في الفولدر تحت باور كمبوننت موجودة هون تمام وكمان اشي صار عندنا انه في الباور بجيسون تبعي Angular Timer صار موجود هلا في اشيه لازم اذكره انه نروح احنا على اللي هو بحكي 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 فبالتالي انا بانزل كثير وما بطرش انه يضلون عندي في الريبو وبكل بساطة اذا احد تانا بحكي للكود تبعي بس بروه بحكي له باور انستول بروح الباور الشطور بكرأ بكرأ كل الاندي ويجيبوه ويضعهم في مكانهم تمام؟ فبهذا الطريقه احنا صار عندنا ديبندنسي مانجر للبروجيكت تبعنا برأيه راصمة انا بذكر زمان اول من الاشتوايب بدي استخدم مثلا جي كويري اروح امالي لها داونلود انزل كوبي بيست انا حسيت انه فيه شغلة من زمان بس ما عرفتش الحال صراحة حسن عرفت كم من سلطة الجرانت تستخدمه ويجعل تصبح تهدم ونفتح نمج واستطендع عن الاندسي كما نرى تدرس الريازة علينا بالنسبة لنا و شغل و شغل و شغل و شغل فكرة الجرانت اوفرنا معيوما في هذه الوصف في الجرانت فايل فأخونا البلد شو بروح نسوي بروح اول شي بعمل احتياط احتياط زي اشي نازل يعمل له احتياط و بروح خلينا اراجزي لكم على شيء المهم بعمل مينفكيشن و بعمل ارنيفكيشن و كل اشياء و كل هالمصطلحات و فيها ايشن فهلا راح اعمل لكم مثال اول شي خلينا بس دي اعمل سيرم عادي يعني اعمل سيرم لديفكيشن و بس اعطيني واحد اخر مينت اوكي اوكي شكرا فهي الكود عندي اذا اطلع على البيج سورس شايفين كل اللابرات كيف تمنعوه فنعف يعني نوعا ما و ليس من فائد و ولا اشي فاطلما نكون بنعمل هل اذا احنا بنعمل بلد بس او انا بقدر احكيله سيرم the distribution version ضع ما يشتغل انت بتروح تجيب لك كاس كهوة وتداون مع جنبك و فعليا هل اعماله يعمل في كل التاسكس اللي مبرمجينها في و أرجع بعيد كونكتينيشن مينفيكيشن اكليفيكيشن انجكتيتيشن شعرف ايش فهلا المفروض انه هاي الجديدة شو صار عنا صار عنا وطبعا لابد من الذكر انه هلا الابروش الجديد لما نعمل ديبلوي اونلاين نبني الفرونت ان مثلا وما منطلع الكود اللي كنا نشتغل عليه على البرودكشن منطلع بس الديستربيوشن كود اللي هو هذا الجاهز عندنا السي اس اس كله صار مينفايد وفايل واحد عندك الفاندر جي اس اللي هو بس الاكسترنال لابراريز المستخدمة برضو صارت مينفايد واغليفايد ما معناه هاي الدور عليها انا فهمها اذا اعرف اشراحها نوعا ما احكى عنها احمد سدر كيف الكمبيلر ممكن يفهم اللوجيك بغير اسام البرامل ولا اشياء وكمان هناك تاسك ممكن تساعدك انك تعمل اوتيميزيشن للامجز هناك تاسك ممكن تساعدك انك اي حاجة هناك حتى اخر واحد يعني تخيلوا لوين وصلوا الجماعة هناك تاسك بروح وتعطيه كل الهتامل وكل السي اس اس تابعك بروحها بشوف اي السي اس اس تاغ انت مش مستخدمه عندك في الهتامل بشيله فتخيل انت لما تكون مستخدم مثلا اشياء زي bootstrap اللي هي لابرة كبيرة اللي شرحت لنا عنها رند وعندك بس انترفيس بسيطة زي هاي مناعته انت تسعة وتسعين بالمية من السي اس 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 الموجودة انك ما بتحتاجه فيفضل انك تشيده وهلا تقدروا تسألوني اي اسئلة اظن اسمها grant on css اذا انا مش ضلطان ايو ايو تعرف عادي او اسماني ها مورك رأيتدو ؟ Roxo شعب شاطر væشتغل في Google احصل نجيبه اوري مسافر هذاد اقام ها ايو اسمها né ce ncss بساطة انت ممكن تعمل خلينا نفرض انه صار عندنا ووركرز كتير وشان صار مع هموس ووركرز تقراتيجوا هنا بكل بساطة تدفين مثلا كومنت اسمها ووركرز جيس او شو مهما وبعدين انت بتروح وتعرّب جراند تاسك تحكيلوا اي اشي جوه الوركرز هدول خدوا وعملوا كونكتينيشن وعملوا مفصولين لحالهم مثلا اوكي امسكهم هيك وورميهم أقوا أيضا فهلا اذا اعملت انا بيلد هدول راح اضلوا هيك لحالهم برا لونونين في طريقة الماء يتحكموا من جوهات مواع وينحظهم هذا الناس مظبوط وهو بعمل هيك اذا تروح على جراند فايل في من هون اه واسك إججنشون او بس لذلك إذا كنت تعمل فقط انجكشن تذهب في الانجكتر تتعرف واحدة جديدة تسميها Worker تحكيله وين الباث تبعها وين الفايل الذي تعمل لها انجكت جواه إنه سهلا إذا كنت تعمل copy في task تسمى grand copy إذا كنت تعمل delete في grand delete إذا كنت تعمل نعم 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 هناك أسئلة نعم 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 لا مظبوط شافة 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 الـ index وعندك الـ index المسائل اهلا ريفرش شايف هدول هدول صافة كل الاسقريبت هدول صافة عندك فى الكود صافة عندك بس هدول هدول يمكنك أيضا تعمل لتسجم تقومين وكبيرهم من أخرى كل إشي فيه هو task هذا هو إفضل هذه المسؤولية إذا أخذتها من هنا إذا كانت أحدا من هناك بل ضغطي عن طيبة صغيرة يمكنني أن تصدق بك إذا كانت أحدا من فاهم أنه ما هي العرقام التي تتعلمين من قبل الفايل عندما تقوم بتعمل أبديت للكود غالباً البروزر يكون مكيش فإذا خليته نفس الاسم ممكن أن تعمل براوزر يستخدم نفس المكيش القديم فلما تغير اسمه يفورز براوزر 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 توريكاش ماذا سؤالي؟ كل الامجز براوزر بعملهم بين كلهم على الدست نعم في النهاية لا يوجد شيء اسمه بعمل في النهاية كله مكتوب وغالباً أنت ستصفي بالتبني الـ Build Tasks تحوينك الخاصين فيه حسناً تمام؟ شكراً تقدر كمان أضع توريكات كما أريد أضع توريكات 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 بتحكيلي أن الـ Build Request هاي مثلاً عم تعمل هي ريتنج بالنسبة لها كدهش كود كواليتي ABCD مثلاً حلو؟ فتحكيلي حتى معينها ريت مش محبب نستخدم الـ functions تاعت الـ Arrays عشان تمانيبيوليتي الداتا لأنه أي شيء الـ Clients عم بتتعاملوا مع الـ Application عم بيبعثوا ميسيجز بيستقبلوا ميسيجز بيستقبلوا ميسيجز